في هذا الفيديو سنتدرب على إيجاد حل عام لمعادلات تفاضلية قابلة للفصل لديكم المعادلة التفاضلية التالية مشتقة Y بالنسبة إلى X تساوي EOSX على Y ما هو الحل العام لهذه المعادلة؟ عندما تتعاملون مع معادلات تفاضلية قابلة للفصل تريدون أن تجعلوا الحدود التي تحتوي على Y وDY في إحدى أطراف المعادلة والحدود التي تحتوي على X وDX في الطرف الآخر اضربوا طرفي المعادلة في Y تحصلون على Y ضرب مشتقة Y بالنسبة إلى X يساوي EOSX اضربوا طرفي المعادلة في DX حتى تتخلصوا منها في الطرف الأيسر ويبقى لديكم Y ضرب DY يساوي EOSX ضرب DX والآن خذوا المشتق العكسي لطرفي المعادلة لإيجاد المشتق العكسي لY عليكم استخدام معكوس قاعدة القوة فتزيدون الأس بمقدار واحد ثم تقسمون على الأس الجديد Y أس واحد يصبح Y تربيع ثم تقسيم اثنان يساوي المشتق العكسي لـ EOSX وهو EOSX أيضاً ولا تنسوا الثابت C لأن هذا التكامل غير محدود وهذا هو الحل العام لهذه المعادلة التفاضلية لنأخذ مثالاً آخر مشتقة Y بالنسبة إلى X تساوي Y تربيع ضرب ساين X أوقفوا الفيديو وحاولوا إيجاد الحل العام لهذه المعادلة بأنفسكم كما في المعادلة الأولى حاولوا فصل الحدود المتشابهة لوحدها في طرف اضربوا طرفي المعادلة في Y السالب اثنان Y تربيع تلغي Y السالب اثنان في الطرف الأيمن ثم اضربوا الطرفين في DX لتتخلصوا منه في الطرف الأيسر ويبقى لديكم Y السالب اثنان ضرب DY يساوي ساين X ضرب DX والآن خذوا المشتق العكسي للطرفين المشتق العكسي لY السالب اثنان هو Y السالب واحد على سالب واحد أو سالب Y السالب واحد ويساوي المشتق العكسي لساين X وهو سالب كوساين X زائد الثابت C لتبسيط المعادلة اضربوا الطرفين في سالب واحد فتصبح إشارة الطرفين موجبة ويمكنكم أن تكتبوا المعادلة في الصورة التالية واحد على Y يساوي كوساين X زائد C وعند أخذ مقلوب طرفي المعادلة تحصلون على Y يساوي واحد على كوساين X زائد C وهو الحل العام لهذه المعادلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر